كشفت مصادر متابعة لصحيفة الوطن عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد وهذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية وبيّنت المصادر أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الأعلام للبحث في كل التفاصيل وأضافت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل السعودية والإمارات كما تلقى دعماً روسياً وصينياً وإيرانياً قالت مصادر متابعة أنه من غير الجائز وضع طريق غازي عنتاب الذي يعرف بطريق الشط في الخدمة أولاً ثم التفاوض على طريق حلب الأذيقية الذي جرت تفاهم بشأنه في اتفاق موسكو الروسي التركي عام 2020 وبيّنت المصادر لصحيفة الوطن أن افتتاح معبر أبو الزندين تجريبياً أمام الشاحنات لم يجري مقابل افتتاح طريق أنفور والشط وأنما من خلال تفاهم روسي تركي مستقل يرعي المصلحة الاقتصادية السورية التركية ولاحقاً الاعتبارات الإنسانية عند فتحه أمام حركة تنقل الأفراد وتوقعت المصادر مزيداً من الانفراج على سعيد انفتاح وتقارب أنقرة من دمشق برعاية من موسكو المسر على الانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى أفق جديد من العلاقات الاقتصادية وربما السياسية لاحقاً اعتبرت الإدارة الذاتية تابعة لقصد أن المصالحة بين دمشق وأنقرة مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بأطيق فيه كافة متهمة تركيا بارتكاب جراء محر ضد السوريين وقالت الإدارة الذاتية في بيان أن أي اتفاق بين دمشق وأنقرة يعتبر ضد مصلحة السوريين عامة مؤكدة أن التطبيع بين الطرفين لن يحقق أي نتائج إيجابية بل سيؤدي إلى تأزيم الواقع السوري ونشر المزيد من الفوضى قال الباحث في سياسات الرجوء والهجرة زياد السائغ أن عودة قرابة 700 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى ديارهم في القصير بريف حمص والزبدان والقالمون بريف دمشق يصدم بوجود قوى أمر واقع في إشارة إلى نفوذ حزب الله اللبناني في هذه المناطق وانتقد الباحث اللبناني لموقع اندبندنت عربية دعوات فتح البحر أمام اللاجئين السوريين لأن لبنان دولة تحترم القانون الدولي ولا يمكن أن تتحول إلى دولة تشجع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وأكد حق الدولة اللبنانية في إعادة أي مقيم غير شرعي على أراضيها وفق آلية التفق عليها من مفواضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال أستاذ الاقتصاد شفيق عربش أن الدعم النقدي سيواجه على مستوى التنفيذ إشكالية نظرا لعدم تغطية الجغرافية السورية بالفروع المصرفية وأضاف عربش أن كان الفريق المسؤول عن الأمر يعتقد أن هذا الإجراء سيخفف الفساد برأي أن ذلك لن ينجح في التخفيف منه لأن الفساد سببه الخطأ في احتساب التكليف وهذا سوف يستمر ورأى أن توزيع الدعم بهذا الشكل هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة مقترحا إصلاح سياسة الرواتب بحيث أصل الرواتب إلى الحد الذي يلبي متطلبات المعيشة الكريمة وفي السياق قدرت مصادر محلية أن حصة الفرد من الدعم الحكومي حاليا وفق الأرقام والتصريحات الرسمية المتاحة تبلغ شهريا نحو 129 ألف ليرة سورية في قطعات الخبز والغاز والمازوت فقط كشف المدير العام للشركة الطبية العربية تاميكو خلدون محمد حربة عن رغبة شركات إيرانية عامة وخاصة منتجة للأدوية السرطانية للاستثمار في سوريا وقال حربة لصحفات الوطن أن الحكومة تدرس حاليا هذا المقترح حيث تتولى تاميكو مهام التغليف والتخزين والتسويق وباع هذه الأدوية بالليرة السورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر